أهلا بكم وأبراج هذا اليوم الخميس الموافق السارس عشر من آذار مارس الفين وثلاثة وعشرين طبعا القمر الآن في برج الجدي وطبعا الفرصة مواتية جدا العلاقة اليوم موقع القمر مع شعة الشمس وزحل وطارد نبتون جيدة إيجابية لكن هناك ضغط مع كوكبي المشتري وزحل بعد الزهرة خلال الساعات القليلة ستنتقل إلى برج الثور أي طبعا طاقة رائعة جدا لدى العقرب للارتباط لدى العذراء للارتباط لدى الجدي للارتباط لدى الثور للارتباط وخلينا أيضا اليوم مثل ما ذكرت نعرف فقارتنا الحرة أيضا مولود هذا اليوم يحمل الخارطة الرقمية سبعة ثمانية تشاؤم الغموض الأسلوب والإيقاع هذا المولود يبدو غامضا وقد لا يستطيع البعض فهم هذه التحركات اللي يقوم بها سيكولوجية هذا المولود تبحث عن الذات الداخلية النفس فبالتالي علينا أن ننتبه ونراعي هذه النقطة خصوصا إذا كان لدينا مولود أو مولودة في مثل هذه الألقام يحملوها اليوم نتحدث عن موضوع انتقال بعد ما انتقل كوكب زحل إلى برج الحوت إذن هناك تغييرات كبيرة قادمة سينتقل كوكب بلوتو إلى برج الجدي خلال الربما يعني العشرة أيام القادمة سينتقل كوكب المريخ إلى برج السرطان خلال أيضا الثمانة أيام القادمة إذن هذا الانتقالات للكواكب البطيئة الحركة ما الذي قد نستشفه أو نستشرفه نحن اليوم يعني سوف نذهب باتجاه تغييرات العالم ربما في القوانين أو ربما في طبيعة العيش أو في إيقاعنا إيقاعنا سواء كان إيقاع منتظم أو سواء كان إيقاع يعني غير منتظم بعد الزهرة ستنتقل يعني الساعات القادمة إذن أربع كواكب تنتقل بوقت ربما قصير جدا وأيضا نشعة الشمس سوف تنتقل إذن هذه الكواكب الخمسة التي ستنتقل في هذه الفترة الزمنية وهذا طبعا ما يحدث إلا بفترات متباعدة بعد لدينا تناسق كوكبي أو اصطفاف كوكبي في برج الحوت في برج الحمل في برج الثور في برج الجوزاء إذن لاحظ تجاور الكواكب مع بعض البعض هذا ينذر بحدوث ربما متغيرات أو أشياء قابلة كي نتعامل معها في مجال الطبيعة في مجال الاقتصاد في مجال الصحة في مجال بنيتنا البيئية الاجتماعية طيب ما الذي قد نستقرأه عبر هذا التغير إذن هناك تغيرات في جانب الاقتصادي هناك تغيرات في الإطار السياسي لن ولم تعد السياسة هي المحرك لهذا العالم أنا أقول من الآن إلى الفترة القادمة سيكون الاقتصاد وأي اقتصاد في مجال الرقمنة تكني الوجهة الرقمية هي التي ستغدخل سيظهر هناك الأذكاء الاصطناعي سأيضا تتوقف مهن كثيرة ستنحى لجانب لم تعد يعني أو لا يعد لديها ربما يعني أهمية بالمحل القادمة إذن هذه لن تحدث بليلة ويوم أو بيوم لليلة لا لكن هو هذا الوفق الذي نستقرأه عبر هذه التغيرات وجود البلوتر في الدلو بمعنى يعني على مستويات الابتكارات العلمية وجود أورانوس في الثور تعني الاقتصاد ربما المحايد أو الاقتصاد الذي ربما سيكون له أهمية كبيرة جدا خلال المحل القادمة بطاقات كبيرة وجود زحل في الحوت مؤشر للصحة الأمراض الأوبئة يعني هذه الأمور علينا أن نراعيها وأكيد لنا جولات خلال المرحلة القادمة إن شاء الله والحلقة الفقرات القادمة إن شاء الله أكيد الله أعلم بذلك مشاهدين عودة للزملاء